السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم النهاردة ان شاء الله هنتعرف مع بعض ازاي نغير مطور النشافة او مطور العصارة الخاص بالغسالة النصف اوتوماتيك دائما وابدا المطور اللي بتحرق في الغسالات النصف اوتوماتيك مطور العصارة ده السبب بسيط جدا ان دائما الحلة بتاعت العصر بتكون فوق المطور مباشرة في قطعة صاج صغيرة كده بتحمي المطور يعني من المياه لكن لما بيكون فيه سدد وفي فيديو قبل ده انا موضح فيه ازاي تسلك السدد للعصارة الخاصة بالغسالة النصف اوتوماتيك علشان تحمل مطور قبل ما يتحرق المهم ان لما بيكون فيه سدد في الصرف دائما القلسيل يهرب مياه او فيه عطل في القلسيل يهرب مياه على المطور والمطور بيتحرق في البداية بتلاقي نفسك بتتكهرب من الغسالة وبعد كده المطور بيتحرق طيب ازاي نغير المطور ده لازم نغير القلسيل معاه او نشيك على القلسيل معاه لتهريب المياه طيب بنفك كل المسامير اللي الفوق اللي هي بيكون فيه مسامير في الجانب او في الويش او ايا كان الموديل الغسالة بيختلف عن التانية المهم بنفك كل المسامير اللي فوق وبنفك كمان المسامير اللي تحت ده قدامنا الشكل الخاص بالعصارة مطور وجلبة ما بين المطور وما بين حلة العصر والقلسيل اللي هو الاسوي ده البلاستيك وبيكون قنعة الفرملا معنا اللي زي دي كده دي الخاصة بالفرمالة اللوف برضو تلفة بنغيرها هي يعني مش هي فيها مشكلة خالص إن شاء الله فلما بفكر ما سيمر اللي فوق بنشيل الوش زي كده خالص أنا طبعا كنت الحلة دي قبل كده فكونت فاككها علشان أجيب قطعة الغيار قطعة الغيار رخيصة جدا على فكرة يعني ممكن أنت تروح لأي محل بتلاقيها في البداية بتركب الجلبة القديمة بتكون معاك التلف واضح فيها بالشكل اللي هتشوفه دلوقتي في الصورة اللي قدامك دي فأنت بتجيب واحد جديد خالص بتقدر تغير الكويتشة البلاستيك وتستخدم القطعة اللي هي اللون الأبيض دي القديمة وبتأخذ معاك نفس المأسية وبتركبها كبس لما تكبسها كويس لازم تشوف النحية التانية إنها نزلت في الأماكن بتاعتها بالشكل ده بالضبط لازم تكون البنوز أفلت معاك بالشكل ده زي ما قلت لك أنت تقدر تركب الكويتشة الجديدة مع البلاستيكة القديمة أهم حاجة القلسيل الجديد هو اللي يكون معاك كويس وبعد كده بتركب الحلة وتسقط في مكانها على طول لما بيكون القطعة الجلب السهودة دي نفس المأس تقدر تستخدم نقطة الزيت خفيفة على الأكس ده عشان ينزل معاك وهو بينزل بكل سهولة أهم حاجة القطعة الصمرة دي اللي هي القلسيل يركب معاك زي ما شفنا البنوز رجبة إزاي كده من فوق دور شغله كله انتهى يعني من فوق كده شغله كله انتهى هتقدر تقفل الكفر بتاعك وتقدر كمان تربط المسامير لو انت عايز بالسنة هنا هربط مصمرين او ثلاث مسامير بس مش اكتر عشان هي قلب الغسالة من الأسفل لما بتفتح المسامير اللي من تحت برضو بتشوف بتأكد كويس ان الجلب البيضة دي لونها ويض رجبة كويس البنوز دي لازم تكون فتحت تاني مرة ومسكت على البلاستيك علشان تكون مسكة كويس بالشكل ده الموضوع بسيط جدا جدا بتيجي بقى عند القاعدة اللي انت فكتها اللي هي فيها الموتور نفسه اللي راكب لو انت جبت نفس الموتور كويس لو ما لقيتش نفس الموتور انا هنا ما لقيتش نفس الموتور جبت الموتور مشابه لي وعملت اخرام لي شبه القديمة بالظبط فكان فيه يعني اختلاف شوية انا بالدريل بالشانيور وعملت اخرام وركبته بتركب بعد كده القطع الخاصة بالفرامل زي ما ركبت القديم يعني يستحسن ان انت تركز في تركيب القديم او تاخد صورة لقطة بالتليفون بتاعك علشان تقدر تركب نفس الاماكن بالظبط لكن هي ما فيش فيها يعني الموضوع ما فيش فيه مش اشكالية خالص دي القطع الخاصة بالفرامل بتحمي يعني عشان المياه لكن هي ما بتحميش لو المياه نزلت برضو بتسقط على الموتور وبيتحرق الموتور بتربط ثلاث بسمير بتربطهم كويس وبعد كده بتركب الجلبة هنا فيه بقى حاجة لازم تركبها يعني لازم تركب القطع دي كلها تاني وبعدين تأفل الجزئين مع بعض وهما ركبين والغسالة في شكلها الطبيعي او هي ايه وهي بترجحها تاني بتقلبها تاني القطع البيضة اللي بالداخل دي مهمة جدا لانها بتقلل الصوت معك وبتربط كويس على الاكس طبعا طبعا بتقفل خلاص انت بترجع الارضية مع الغسالة وبترجحها تاني مكانها بتلاقي الاكس رجع في مكانه وانت بالشكل ده بقى بتربط على المسامير دي بتربط على المصمير الخاريجي الاول بيربط معك كويس وبعدين بتربط على الصمولة اللي هي الرجلاش اللي هي جوه مافيش مشكلة خالص ودي القطعة الخاصة بالفرامل وطبعا بتليها مأسات مختلفة انت بتركب في المأس اللي انت فكيته واطراف النشافة برضو بتركبهم زي ما انت فكيتهم بالزبط ان الشافة بيكون فيها اربع اطراف في اربع اطراف في طرفين للكاباستر وطرف بيبقى دايريكت وطرف لمفتاح السرعة فانت زي ما فكيت الاطراف في الكهرباء بتركبها تاني مرة في فيديو عندي على القناة بيعرفك ان شاء الله اسبولك في الوصف بيعرفك ازاي تقيس الاطراف او ازاي تجمع الاطراف دي والوانهم بالزبط تأكد انها حرة الحركة وبتقفل كل الاسلاك بتاعتك زي ما كانت متقفلة في البداية طبعا دايما بتلاقيها في كيز بلاستيك ومربوطة كويس كبسطر لبيت بيرقوت فيه بتسقطوا مكانه وبتجرب طبعا لازم تتأكد ان ما فيش تهريب وما فيش تسريب للمية عند الوزيلة تملى انا هجرب على حمل يعني انا هنا عبيت مية وبعدين هنا الحمد لله رب العالمين ما فيش اي تهريب للمية خالص بترفع الخرطون بتاع المية شوية عشان تتأكد ان هو حبست شوية مية ما فيش مية برضو بتهرب معك يكون افضل المية انا عندي هي نزلة وبعد كده بتشغل غسلتك تختبر بقى شغلك ده سليم ولا في مشكلة طبعا الفيبريشن برضو لو في فيبريشن بسيط ما فيش مشكلة لانه هو اصلا المطور معمول على سست يعني اللي صمم اكيد هيكون في فيبريشن واحيانا بيكون الهدوم نفسها مش موزونة داخل الحلة فبتعمل فيبريشن لكن لازم يكون خفيف يعني والموضوع بسيط جدا وتقدر تعمله انت لو انت يعني الشغلة بسيطة جدا جدا ان شاء الله تقدر تنفذها بسهولة جدا واهم حاجة لما تغير المطور بتاع العسارة انك تشيك على الالسي لان هو سبب تلف المطور هذا الفيديو بتاعنا النهاردة شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة